في فهم الواقع أطواء والتقوى للمرء دواء والمسلم يهوى شرعته والمنهج بحر معطاء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الواقع كله صخب وضجيج وصنفي مثل هذه الأوقات مشروع إسلامي بننشد إقامته وبالتالي فكون الأحداث تتسارع على مثل هذا النحو والتدافع يعني تتضح ملامحه بهذه الكيفية وأرض الواقع لابد من قراءاتها مستصحبين في ذلك السنن الشرعية والسنن الكونية حتى لا تطيش العقول والأحلام وإلا فالبعض ما زال يتساءل ما هذا الذي يحدث وكأنه اكتشاف من جملة الاكتشافات العصرية مثلا حدث لم يكن يتخيل أو يتصور بنسمع أشياء كثيرة ووسائل الإعلام طبعا بتنقل أشياء عديدة وأحداث متسارعة الحكم مثلا على الأستاذ الدكتور عبدالله بادر بسنة ومع غرامة عشرين ألف قضية السب للفنانة إلهام شهيد التلويح بالاعتداء على قسم الدك مثلا وما حدث وما يحتفو به من مسائل الوقفة للاعتراض على الدستور اليوم والتلويح بالانتقال إلى الاتحادية من مكان كذا ومكان كذا لرفض الدستور عنوين صاخبة وكذا المريب أن يقول خذوني ونحن في هذا الخضم ندعو سبحانه أن يجعل صمتنا فكرة ونطقنا ذكرة ونظرنا عبرة محتاجين طبعا لبصيرة وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني وسبحان الله وما أنا من المشركين نحن بحاجة أشد أخصى وقت المحنة ووقت الشدة والفتنة أن نثبت على طاعة مزيد من الطاعات مزيد من القربات شأن المريض إذا مشتد مرضه لا أن يقلع عن دوائه ويقول أنا مريض ويظل يشتاكي لا أبدا أن يتعطى دواء وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجاهله من جاهلة إلا الهرم وسنة التدافع ماضية في الخلق ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض الصراع بين الحق والباطل بين الإيمان والكفر بين السنة والبدعة ليس اكتشافا عصريا هو وجد ولم ينتهي وبالتالي لما تكون بعض الأحداث ونشاهد بعض الصور هذا ليس بمدعاه للاستغراب أو التعجب حتى لو استغرب الإنسان أو تعجب لما يحدث ولما يدور ليس له أن يتهاون أو أن يفرلت في كتاب ربي أو في سنة نبيه أو أن تهتز المعايير الشرعية يا ليتنا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم قال لعمه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يوظهر أبو الله أو أهلك دون ثبت على طاعة الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون مزيد بهذا تنقشع الفتن نتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن نكون على بصيرة نميز بها بين الغث والسمين من الذي نواليه من الذي نعاديه نستبصر بمواضع الأقدام ولتستبين سبيل المجرمين فنتعرف على خطة الأعداء لا بأس بذلك كله نقوم ونصلي نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى نحن نواجه الفتن مواجهة المؤمنين الصامدين الثابتين الراسخين على معاني الإيمان لا أن تهتز وترتجف القلوب فما يحدث كما ذكرنا يعني عندما نقول مشروع إسلامي ما هو لابد إذا ما أردنا أن نقيم المشروع الإسلامي أن تتألب علينا الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم لما هجروا إلى المدينة ما كانوا يبيتون إلا في سلاحهم وعلى سبيل تقريب السورة من الحس يعني كان بعض العلماء يقول ما مددت يدي إلى شيء من الدنيا إلا وجدت غيري قد سبقني إلي هذا فيما تعلق بالدنيا مشروع تجاري غير مشروعي كي يقيم الإنسان مشروعا تجاري يجد المشروع هو مسبوق فيه بآلاف مؤلفة وكأن دراسة الجدوى التي عاملها ليست خاصة به لا أن المشروع الفلاني بيكسبوا مشروع رابع لا كل الناس سبقوه في هذا الموضوع فهذا فيما يتعلق بالدنيويات يعني فماذا يكون الشأن والحال إذا ما أراد الإنسان أن يطيع إلا تبارك وتعالى أن يقيم حكم الله في أرضه يهود ونصارى مثلا الغرب وأمريكان ومنافق وغير منافق سيترك الأمر هكذا يمر بهواده دا لا يمكن أبدا والله من تصور ذلك فهو الواهم فإذا ما أصب بما يسمى بالإحباط لا يلومن إلا نفسه وإلا فقفه على أرضية الواقع كما ذكرت ستجد المسائل بإذل الله تعالى يعني سهلة يسيرة هينة على من هونا الله عليه حتى لو حدث لفلان كذا وجرى للمقر الفلاني كذا وكل ذلك مستوعب غير يعني مستغرب ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك وما قيل للرسل هو الباطل قالوا عنه ساحر وكاذب وكائن إلى غير ذلك من الاتهامات الباطلة كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مدنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون وبالتالي إذا ما تهم الدعاء مثلا شيء مفروغ منه شيء كما ذكرت حدث للأنبياء والمرسلين قالوا أخرجوا آلالوت من قرياتكم إنهم أناسوا يتطهرون قالوا النبي الله شعيب خطيب الأنبياء ما نفقه كثيرا مما تقول نبي الله عيسى أوثر عنه من ضربك على خدك الأيمن أذر الله خدك الأيصر حوالوا قتله فلماذا ننسى السنن ولماذا ننسى السير لا داعي لذلك مشروعنا مشروع كبير مشروع إقامة الإسلام ومشروع ألمي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمون نبأه بعد حين وبالتالي أن تنطفد الدنيا إلى ما سمعوا البعض ينادي بتطبيق شرع الله بعودة الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه هذا كما ذكرت شيء مستوعب لا يستغرب وإيه لو أحببنا أن نذكر شيئا من السنن والسير سنذكر الكثير والكثير وإيه لو انتقلنا بسرعة شديدة إلى الواقع الذي نعيشه والعبارات نحن لا يعني نهرب بما لا نعرف أو نتخيل مثلا نعيش قصة المؤامرة كما يحلل البعض أن يستخف بالبعض الآخر نظرية المؤامرة لا هذا واقع دلت عليه السنن والسير إن في البعض بيبغض دين الله طبعا البعض بيحارب شرع الله جل وعلا البعض مبغض لعودة الإسلام ده كلها بدهيات يعني لا نحكي اكتشافات كما ذكرت يعني مثل البعض صرح البرادعي وقف يقول لا للحوار وأنا معه وقد نلجأ للعنف للعنف صراحة وأنا رافض للمشروع الإسلامي وحوله قطاعات التفت حوله وبالتالي أن تكون هي الأخرى رافضة للمشروع الإسلامي طيوره على شاكلتها تقع يصلحون يعني الأشياء التي كانت تتكتم بالأمس يقولون تحت الترابيزة لا اليوم صار الكل يعني مكشوف الجاسوسية وغير الجاسوسية والتأمر والخصة والدناء كلها صارت مفضوحة مكشوفة في العالم اليوم لو تابعنا الكنيسة مثلا رموز الكنيسة القساوسة داخل الكنيسة وهم يصلعون برفض المادة الثانية من الدستور وتفسير المادة وأنها مادة كارثية مادة كارثية نحن لا نفتأت هذا هو الواقع الذي نعيشه وبالتالي أنا لا أحتاج لنباهة والزكاء وفطنة مثلا لا أبدا أنا محب للوطن والله والمصلحة الوطن ولكن لست بالخب والخب يخدعني يعني محبة الوطن وشركاء في الوطن وسفينة وحدة ولكن كل ذلك كما ذكرنا لا بد وأن نتعرف معه على الواقع لا يمكن أن نتجاهل هذا الواقع البعض لما رأى الدستور قل نرجع ونعود لدستور واحد وسبعين كما صرح مثلا عمر موسى نعود لدستور واحد وسبعين مرة ثانية لا أحكي أنا عن أرباب الذنوب والمعاصي ممن يتعاطى الدخان والمخدرات وبالتالي يخاف أن لو تبق شرع الله لا دخان مثلا ولا مخدرات لا رقص ولا فيلم ولا نحو ذلك من الأشياء المشينة مثلا كل ذلك حيمنع منه وهو لا يتصور حياة مثلا مثلا بلا رقص نساء بلا عري بلا خلاعة بلا اختلاط بلا خمر بلا دخان بلا مخدرات لا تصور الحياة بدون هذه الأشياء وبالتالي أن ينافع وأن يدافع عن الصورة التي اعتادها عبر سنوات عمره هذا واقع موجود نحن لا نؤلف تشويه اللموز الإسلامية وهذه تحتاد وقفة تشويه اللموز طبعا بدأت ولم تنتهي قصة الإفك ومحاولة الطعن في أم المؤمنين عائشة الطعن الذي سينسحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبيها أبي بكر رضوان الله عليه وبالتباعية كيف نرفع رؤوسنا بعد ذلك إذا كان رمز الدعوة أهين رمز الدعوة طعن في عرضه وبالتالي فالطعن حينسحب إلى الدعوة وإلى عموم الصحابة والممارسة اللي طعن في الدعاء مسألة هي الأخرى بدأت ولم تنتهي حتى هو من هذا باسم يوسف وغير باسم يوسف وهي الطعن ليس فقط في الأستاذ الدكتور عبدالله بد لا طعن في الشيخ محمد حسن وفي فلان وهي إلا رجاء أن ينصرف الدعوة أن يصير رموز الدعوة مشوهين مشبوهين مدحال النفرة للاستهجان وللاستخفاف طالما فيه باسم يوسف وفيه خف الدم خف الظل مثلا ونحو ذلك واستهزاء واستخفاف وحركات استيرية فهذا من شأنه أن ينتقص به من قدر دعاء ودعاء هؤلاء يعني يدعون إلى الله رموز إسلامية في حس البشر وبالتالي فالطعن فيهم ينسحب إلى الطعن في الدعوة هل هم يمارسون الطعن مثلا في القساوسة؟ أبدا أبدا ما يدرؤون وما يفعلون ما هو نفس الأمر ما هو الرموز القبطية أو النصرانية في الكنائس بتذكر كل حاجة علانية إن إحنا رفضين الدستور وإن حنقول لا وقولوا لا وحشد ليه النصارى لا حدا لا ليه أن يقولوا لا ليه الدستور فمسألة الرفض وتشويه الرموز وطبعا الكيل بميكيالين في هذا الجانب هذا أمر أيضا معروف منذ سنوات وهم لا أخذونا دارسا يعني كان مع الاستفتاء الأول مع الانتخابات تشويه الرموز هذا كذاب والشيق الفلاني كذا والشيق الفلاني عامل كذا وكذا رجاء أن ينصرف الناس عن هذه الرموز الإسلامية فهذه سورة هذه سورة تنم عن بغض للمشروع الإسلامي فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون والله والله أنا أقول لهم لا بأس وأنتم لو طعنتم فيه يعني أنا ذلك العبد المذنب المسيء كلنا ذو خطأ لا بأس وكل ابن آدم خطاء وخير خطائين التوابور لو رميتموني بكذا لا بأس بذلك لا بأس بذلك ولكن وحتى هل مؤدى ذلك أنكم ملائكة نحن شياطين وأنتم ملائكة لا بأس بذلك ممكن نقبل ممكن نرضى لا حرج أبدا أن تصير الحسبة هكذا أن دعاء إلى الله صاروا شياطين صفحة سوداء وأنتم صفحتكم بيضاء وطنيين ومخلصين ومحبين للوطن حريصين عليه أنتم ملائكة قوموا بالمشروع الإسلام لكي تتحقق المصلحة الحقيقية لهذا الوطن لا يمكن أن تتحقق إلا بإقامة الحق في الخلق وإلا فأنا أدعو لمشروع حتى لو كنت قاصرا لو كان الإنسان ناقصا غير مؤهل وقلت لكم طبقوا الإسلام خذوا الكلمة رجعوا لشرع الله إن الحكم إلا لله خذوا مني المعنى وتركوا هيئته وحتى لو شهرتم بيلا تشهروا بالدعوة احملوا أنتم هذه الراية نقبل منكم بإذن الله حتى لو صرنا مشبوهين تم التشهير بنا وأنتم سلمت لكم الصفحة وبإذن الله صرتم من عالم الملائكة الأبرار إعلاميين وخضاء وكذا وكذا لا مانع أبدا من هذا الأمر نحب لكم الخير والله محبة الخير للبشر تجري من المسلم مجرى الدم من العروق وأنا أحسن ظن بك وأسيء ظن بنفسي لا مانع احمل أنت الراية عبد الدنيا بدين الله قل لي أنت لست مؤهل لا بأس أنا غير مؤهل أنت المؤهل أنت المؤهل يصطلح كل فريق على حقه قضية نشر الدعوة تعبيد الدنيا بدين الله هذا منهج الأنبياء والمرسلين قم أنت به قم وأقول لك جزاك الله خيرا أنا فعلا لا أصلح فعلا غير مؤهل أنت المؤهل أنشر الحق في الخلق أما أنت أنشر العربدة والفسق والفجور مثلا أو مناهج وضعية أو تقوم وتحارب دين الله طبعا وتكون حيلتك أن تشهر به لا أنا ذلك العبد المدن بالمسي أنا ضعيف أنا وضعفي هذا يقع من الله طيب ما كان لن أدعي القوة ولا الفتاكة مثلا ولا الذكاء ولا النباهة أو أنا سالم عن كل شائبة لا أبدا لا ده كان البعض يقال له يا مراء يقول من عرفك اسمي وحقول لك أنا كما تقول وأسوأ مما تقول ولو شئت لزيتك تقول كذاب أقول لك كذاب وكذا وكذا لا بأس بذلك وحسابي وحسابك على الله تبارك وتعالى ولكن تبقى قضية المنهج سالمة عن كل معارضة يعني لا بد أن نقوم به أنا ضعيف أحمل جانب منه على قدر ضعفي أن تقاوي بإذن الله احمل الجانب الأكبر من هذا المشروع الإسلام ما خلقنا إلا لطاعة الله ولعبادة الله لأنذركم به ومن بلغ يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من اليزق وما أريد أن يطعمون وخصوصا إذا كان اسمك اسمي واسمك إسلامي وأنت لا أقول تزعم لا أنت محب للإسلام والدين وأنت تنافع عنه تعرف على إسلامك تعرف على دينك على التوحيد وما ينفيه من الشرك الحلال والحرام الفرائد ما تصح به وما تبطل به حيث إذا ما أخطأت أنا تصوبني أنت وأقبل منك بإذن الله تعالى ولأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل كما ذكرت الصور التي يتكلمون بها في مهاجمة المشروع الإسلامي صور كثيرة اللجوم عن المسجد هو الآخر يستدعي وقفه يستدعي مسجد القائد إبراهيم ولذلك عندما أقول تميز يحدث في الصفوف والله لم نسعى إليه كل ما هنالك أننا نعبد الدنيا بدين الله نلتزم بإسلامنا بأحكام ديننا ما وسعنا الأمر ما وسعنا الأمر نريد والله مرضات الله أن نتق الله تبارك وتعالى في السلوة العلن في الغضب والغضاء أن ننتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام ولكن ماذا نصنع تجاه من يحد شرع الله من يبغض الله ورسوله من يحارب دين الله والله في أحسن أحواله يحارب الدين عن جهالة حتى لو حسنت نيته أنا أقول له ما من أمر إلا ولا بد فيه من نية وصحة أو إخلاص ومتابعة وإلا فحور بالإسلام بيد أبنائه بعدما كان يحارب بيد أعدائه تحلم أمر دينك دافع عن إسلام أن تكون حرباً على الإسلام والدين كفى ذلك هدوم على المسجد مثلاً لماذا نسمي من فعل ذلك هدوم على المسجد بالحجارة وترويع للمصليين وللآمنين المسجد لا يفتح مثلاً في الصلاوات بعد صلاة الجمعة هدي مأساة في حد ذاتها مشكلة كبيرة جداً مشكلة كبيرة جداً إن شيخ عالم شيخ أحمد المحلاوي قرب التسعين من عمره يحبس ويحاصر داخل المسجد وفي المسجد فيه نساء قربة المئة وخمسين واحداً وما كاد يفرغ من خطبة الجمعة وكان موضوع الخطبة إن جاءكم فاسكم بنبأ إن فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ما كاد يفرغ من خطبة الجمعة إيه لا وابتدأ الحديث بعد الخطبة الدقيقة الأولى أو الثانية وإنهال هؤلاء علي ضرباً بالحجارة ومحاولة إيقافه وكانت محاولة إيقافه قبل أن يصعد على المنبر هل هكذا يحامل العلماء يحامل الدعاء تعامل بيوت الله يحامل من يصلي يحامل النساء من قبل من ما الذي صنعه هذا الصنيع هذه بلا شك تحتاج لوقفه من الإرهابي ما الذي يمارس الإرهاب والعنف دون وجه حق وأنتم كنتم تتهمون البعض في وقت مضى بأنه صنع دولة داخل الدولة وإن فيه قانون وإن فيه دستور فين القانون وفين الدستور فيه أمن أين هذه الأشياء كيف يروع الآمن وداخل بيوت الله ما الذي يصنعوه ما الذي يشترحوه خطبة الجمع حتى لو تطرقت لمعاني السياسة أقيم أنا من نفسي قاضيا وجلادا وأكون متهمة كف ذلك هذا غير مقبول شرعا وواقعا وبكل المعايير والمقاييس عقلا وفطرة هل هذا يعني يرجع له الخير وهو يمارس الإرهاب على مثل هذا النحو العم ومن قبل طبعا سب للرئيس مرسي ومحاولة إضاعة لهيبة النظام وكتابه موبوءة على الجدران الاتحادية ونحو ذلك وعدم رضا بنتيجة استفتاء واختيار وكما يقولون عدم رضا بالشرعية ولا بالشريعة ثم هجوم بهدي الكيفية وبالحجارة تسعتاشر أصيبوا تقريبا في هذا الحدث أتوا وظلوا لم يخرج الشيخ من صلاة الجمعة حتى ثانية والنصف صباح حتى ثانية ده إيه هجوم تتاري هذا هل هذا هجوم تتاري على بيت من بيوت الله ماذا لو صنع مثل ذلك مثلا مع قيس أو مع كنيسة أو مع بعض النصارى الإعلام كيف كان سيتناول هذا الحدث أين دور الإعلام في هذا الحدث دور طبعا غريب ومريب وإن كان هو الآخر لا يستغرب الكيل بألف مكيال على مثل هذا النحوي وحتى التصوير إن الثوار هجموا أو إن فيه تدافع بين الفريقين بين المؤيدين والمعارض إيه فين المؤيد وفين المعارض ده الشيخ دخل المسجد هو هو من يصلي ففين المؤيد وفين المعارض ولماذا هذا التصوير الغريب ليه الأحداث تصوير غريب جدا حقيقة وإيه المسألة هي الأخرى تستدعي وقفات ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فيه خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين يعني وهؤلاء حقيقة موقفهم عظيم بين هذه الله إن لم يتوبوا إليه إن لم يتوبوا إليه سبحانه بإذن الله فاصل ونعود بإذن الله تعالى طيب طيب فكما ذكرنا أن يروع الآمن بهذه الكيفية وشيق وعالم يعني لحوم العلماء مسمومة وعادة الله فيها كأستار منتقسيهم معلومة وكما يقول الشافعي إذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس الله ولي والله أنا أخاف أشفق على من صنع هذا صنيع إن كنت أتألم وأقول هذا إدرام وهذا كذا إلا أنني أخاف عليه وهذه نفسه يؤذي نفسه يعني البغي تدور الضوائر لماذا لم يقرأوا السنن والسير ما الذي حدث للنظام البائد ولماذا حدث هذا الذي حدث الظلم والبغي والعدوان ثم تهتك وفجور مع بيوت الله مع العلماء مع الصالحين من عباد الله وراد في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا طاقة لأحد بحرب الله تبارك وتعالى العجوم على المسجد يتصور من يهودي مثلا ممكن أيام نابلون بونابرت كان يتصور هذا الأمر أما الآن الآن ومع وصول الدكتور محمد مرسي إلى الحكم وغلبة الطيار الإسلامي وسط شعبه الاستفزاز هذا ماذا تكون نديد ذاته مثلا لو أتى البعض وهم كثر والله الحمد والمن من هنا ومن هناك لنصرة المصليين لنصرة الشيخ المحلاوي وفك حصاري داخل المسج تكون مذبحة مثلا تكون مذبحة ما هذه النتيجة ولما تكون مذبحة على مثل هذا النحو ماذا سيصنع الإعلام وماذا ستكون النتيجة بالنسبة للإستفتاء وكان ثاني يوم هل هذا مخطط تآمري ليه إفساد لاستفتاء احكي والكل يطرح والكل يتساءل لماذا يحدث هذا من الذي استؤجل أو من الذي اندفع وبأي نفسية كان يندفع على مثل هذا النحو بماذا نسمي هذا الفعل من التمايز أهل المسجد هؤلاء في خندق في حزب ومن يرميهم بالحجارة ويرمي المسجد أو يريد تحريق مسجد أو نحو ذلك ده هذا سيقف في خندق آخر في حزب آخر عندما نقول معاداة للمشروع الإسلامي نحن لا نفتأت لا نؤلف لا أبدا أن يصير هو العنف هو المسلك وإذا كان الشيخ أخطأ ما لا بأس يعني نطرح كل الاحتمالات بإذن الله نقول الشيخ أخطأ عندما تكلم في السياسة مثلا نقول ونتجاوز أخطأ في حديثي عن السياسة وقل للناس قلوا نعم مثلا ما هو السبيل السبيل استفاء الحق بالعضلات بالدراع مثلا باليد حصار ضرب بالحجارة مشكلة طب ما ذنب الناس 150 مصلي تقريبا في المسجد في نساء في أطفال لم يذوقوا الطعام من صلاة الجمعة حتى الثانية والنصف صباحا يعني أين الرحمة أين العدل أين حب الوطن وحب المواطنين والشفقة ومعاني الرحمة أين هذه المعاني البدهية يعني إصراع للأسف الشديد يعني يحتاج إلى حسم ويحتاج إلى وقفات وإلا فالحمد الله أن مر الحدث بسلام بأقل أضرار ممكنة وإلا فلو تدخل الناس لكنت ماتباح يعني لو قلت مثلا حيفتكوا بالمحاصرين تماما ونحن لا نقبله يعني أن نصير حربا على أنفسنا بهذه الكيفية يقولون البلد فيها قانون واحد أخطأ في الخطبة أنت بالقانون تتعامل لا ببلطجة على مثل هذا النحو أو باستخدام عضلات وإن لو أعطى الناس بدعواهم لدعى يعني وناس دماء رجال وأموالهم لو كانت المسألة مسألة دعوة وإنه أخطأ وأنت تستوفي الحق بيدك والأسف الشديد كانوا كتبين على أنت أنزلوهم من على المنبر أنزلوهم من على المنبر يعني تبلغ الجرأة لمثل هذا النحوي لإنترويع طبعا أنا أطلع على المنبر أخاف أخاف أنه حينزلوني من على المنبر بهذه الكيفية أو سخب وضديج من قلل الأخي والإمام يخطب يوم الجمعة أنصد فقد لغى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أن يصيل السخب والضديج داخل المسجد إذا ما أخطأ الإمام ليس هذا هو السبيل ليس من طلب الحق في أخطأ كمن طلب الباطل في أصابة مراعاة حرمة الغجل في مثل هذا السن شيخ كبير عنده علم لابد من توقير أهل العلم يعني لابد من رفعهم إلى الدرجة التي رفعتهم إليها الشريعة أنتم لا تصنعون مثل هذا الصينية بنسمع قداسة البابا وقداسة كذا وقداسة كذا في الإعلام وغير الإعلام أما مع الشيوخ ومع الدعاة إلى الله نسلك هذا المسلك مثلا هذه تستدعي وقفة متولة وقفة متولة يعني لا يصح أبد المساس بحرمة أهل العلم وبحرمة المساجد وبحرمة المسلمين بل يعني حتى لو كان حيوان والليل أو حتى من أهل الكتاب لا يصح أن نمسه دون وجه حق هذا لا يجوز العدل أساسي الملك وبإقامة السماوات والأرض ولا يجرمنكم شنآنوا قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى ولكن كما ذكرنا يعني حتى الناس يتساءلون قضية عبدالله بد ما المحاكم متوقفة لماذا أخذت هذه القضية وتم الفصل والحكم فيها مثل هذه السرعة وحتى لو تم الحكم والفصل فيها على مثل هذا النح ما فيه قضايا مشابهة سب دين لماذا لم يتم الفصل فيه سب الرئيس وهكذا مسائل كثيرة فاصل ونعود بإذن الله تعالى سنعود بإذن الله سنعود بإذن الله